لو سمحت يا سيدنا الأذى النفسي فيه ناس طول الوقت حواليك هي مش بتعمل أي حاجة غير من هي تأذيك نفسيا طول ما انت بتكلمهم وكويسين يعني انت أو ما عايزينك تقعد معاهم آه دا انت صح وقلنا وعيدنا لأنت كده كويسة قوي وحبيبتنا أول ما الكلام ما يعجبكش وتمشي أنا مش عاجبني الوضع لذا دا انت فيك وفيك وغير اني تبقي طالعة ونزلة يشتبوك ويبهدلوك أنا تعبت من كتر ما هما بيأذوني نفسيا أنا بنام واضحة على كلمة حزب الله ونعمل وكيل انت اللي بتحسبيني يعني آه من كتر ما هما أذوني نفسيا وانهما بيعملوا حاجات أو يقولوا حاجات علي ان هي ما بتحصل انت بتعرفي بيقولوها في وشك ولا بيقولوها من وراكي آه بتتقال في وشي سليفك يعني سليفك يعني آه لا هما أخوات جوردي آه من السليفي أنا مليش سليف أو ما تديني أنا أفضل قاعدة معاهم أنا كده حبيبيتهم ما مش على التسقيف والطابل بتاعهم غير كده لا انت مش كويتة وانت 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 وحنا هنمشيكي ونجيب غيرك وكلام كده كتير طب يعني ايه تسقيف وطابل بتاعهم آه مثلا واحدة عملت حاجة آه وهي ربط عليها ما تلوها كلام قلنا وعيدنا اللي هو بيبقى موجود كتير للأيام دي آه وما عايزين نمشي على النمط بتاعهم كده آه آه يا إما كده بقى لا قد انت تعملي هنغريارك وهنجوزه سيد سيدك وكده آه آه والكلام ده كله أنا تعبت نفسيتي تعبت خالص منهم لدرجة انها مبقتش بنزل أصلا ولا بطلع ولو حصل ايه تحت ما بفتحت بابش ها ايه طيب وجوزك علاقته بيك عاملة ازاي آه لا الجوزي كويس الحمد لله معايا بس هما من نوع اللي ممكن يقلبوا الدنيا في الثانية هو من نوع برضو اللي هو بيسمع واول ما بيدخل من باب البيت مالوش ضعب حاجة أحمدي ربنا بقى أحمدي ربنا شكرا لك يا عبير شكرا لك وهي دي حاجة بتحصل يعني انه الناس تتكلم وتعمل وبتاع بس المشكلة انه لو الزوج سمع دي المصيبة انما لو الزوج ما سمعش وكبر هي بطلوب منها تعمل ايه السيدة عائشة رضي الله عنها ان رجل نادى على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي بيس اخو العشيرة يهو رجل ده يعني حاجة صعبة قوي فلما دخل الرجل فجعل النبي يتكلم معه ويضحك بيبسط معه في الحوار فلما ول الرجل قالت عائشة يا رسول الله ايه اللي انت عملت لما دخل الرجل قلت بيس اخو العشيرة يهو فلما دخل جعلت تضحك معه ايه ده ما فيش بقى ما عندهش المرونة في نوعية التعامل ده فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ان من الناس من نتقيه اتقاء شره او اتقاء فحشيه يعني احنا بنتقي شر شخصا ما مثلا دي يعني معين وبعدين الحياة اللي انت بتكلم عليها الاخت الفاضلة دي حياة قائمة على طول دائما لان اخوات جزء لا هيدغيروا ولا بيبدلوا ولا اي حاجة وهيفضلوا موجودين زي معه احيانا كثيرة بيحصل نوع من انواع الغيرة ما بين اخت الزوج الى الزوجة ده بيحصل كتير جدا في كل عائلات كل البيوت بيحصل الكلام ده كله فعشان كده احنا بنقول بنعملهم بالحسنة وناخد وندي معاهم بحيث ان الامور كلها تبقى كويسة لكن ما نمشيش في ما يغضب الله سبحانه وتعالى من قول اوفع